حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة مثنة من انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات بين الشباب والمراهقين ولفتت المفوضية إلى ضرورة الحد من تسرب طلبة من مدارسهم ذلك تفاديا لانجرارهم إلى مستنقع المخدرات وطاعاطيها مشيرتان إلى أن نسبة الملتحقين بالمدارس الابتدائية تبلغ 88% بينما تصل إلى 22% في المرحلة الإعدادية فيما انتقدت ضعف الدور الحكومي في الرقابة ومكافحة المخدرات ضعف الرقابة على الأماكن التي يرتادها الأحداث والشباب منها الكافهات والنواد الخاصة لتجمع هذه الفئة وبالتالي نطالب من ارتفاع مراقبة مثل هذه الحالات وتجديد الرقابة على الصيدليات وعلى المذاخر الأدوية وعلى الأماكن التي تروج بها هذه المواد السامة